أربع أدوات ذكاء اصطناعي ستذهل عقلك وستقوم بمهام العمل الخاصة فيك ومتأكدة أنك ستستخدم على الأقل واحدة منها بعد مشاهدة هذا الفيديو مؤخراً انتشرت كثيراً أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على القيام بمهام مختلفة ومعقدة ممكن تختصر عليك الكثير من الوقت واليوم سنتكلم عن أربع أدوات منها سهلة الاستخدام والتطبيق ومجانية تماماً أداة قادرة على إنشاء بريزنتيشن كامل لك ووضع صور وكتابات وتوفير عليك جهد البحث والصراحة هذا الاختراع أذهلني من سهولة استخدامه وسرعته طبعاً قررت جرب بنفسي وأريكم النتيجة أول شي توجهت للموقع beta.tom.app تضغط على trytom وبتنشئ حساب جديد مجاني لتستخدم الموقع طبعاً لأنه أنا عندي حساب مجاني عملت sign in وضغطت على create وطلبت منه أنه يعمل presentation عن دور الذكاء الاصطناعي في الحياة المهنية بالإنجليزي وكانت هذه النتيجة كاملة مع الصور لما طلبت منه طلب نفسه بالعربي الكلام ما في أي مشاكل لكن الصور ما بعث للشكلة طلافاً الصراحة ثانياً الذي ستحتاج فعله هو تنزيل Composed AI وإضافته على Chrome Extension الاختراع هذا بيكتب لك إيميلات كاملة وأنا جربت بنفسي طبعاً بعد ما أضفته على Chrome ذهبت لإيميلي وضغطت على هذه النقطة الزرقاء في الأسفل وكتبت أي شي لتظهر لي هذه النتائج التي ممكن أن تختلف حسب الإيميل والموضوع Composed AI كمان ممكن يوفر عليك بكتابة الأبحاث إذا مثلاً بدك تجهز فقرة خطة للبحث ونفس الشي جربت أول شي كتبت اتنين سلاش لتطلع لي هاي الخيارات Outline Bullet Points وأنا جربت Paragraph وبثواني النص كان مكتوب ثالثاً Murph.ai هذه الأداب تعطيك VoiceOver لأي نص تريده كل ما عليك فعله هو طباعة النص وبثواني بيكون جاهز طبعاً أنا جربت بنفسي الجميل في الموضوع أنه يمكنك اختيار من بين الأصوات واختيار سرعة مناسبة وبتش وطريقة القراءة تعالوا نشوف النتيجة A robot is a machine especially one programmable by a computer capable of carrying out a complex series of actions automatically رابعاً Talk to Books أداة من جوجل تساعدك على إيجاد أي جمل تريدها من كتب وتوفر عليك البحث الكامل بين كتاب وآخر مثلاً أنا جربت ابحث عن أهمية الذكاء الاصطناعي لكن باللغة الإنجليزية هذه كانت النتيجة نتائج مختصرة وجمل قصيرة ممكن أخذها من كتب مهمة دون إغراق نفسي بالبحث الطويل بين الكتب والآن أخبرنا أنت أي من الأدوات أعجبتك أكثر ولماذا؟ ولا تنسى متابعة شيئونتك للمزيد